السلام عليكم في فيديو هذا اليوم رح نستعرض لكم أهم ألعاب شهر أغسطس 2019 خلونا نبدأ Remnant from the Ashes فريق تطوير Gunfire Games المشهور بتطويره سلسلة تلعاب الأكشن Darksiders يرجع بعنوان جديد من نوع أكشن بقاء من المنظور الثالث اللعبة تقدم معها فكرة العالم بتصميم عشوائي يعني بكل مرة تلعب فيها اللعبة رح تكون عناصر لعبة مختلفة ورح تقدم زعماء عمالقة مع عناصر الـ RPG مع قصة متشعبة ولأن العالم تصميم عشوائي فتفاعلك مع الشخصيات رح يختلف وبكذا رح تحتاج تنهي اللعبة أكثر من مرة عشان تشوف كل النهايات بالقصة اللعبة رح تصدر على أجهزة البلاي سيشن 4 والأكس بوكس 1 والبي سي في تاريخ 16 أغسطس 2019 Oninaki Square Enix وبالتحديد فريق تطوير Tokyo RPG Factory واللي قدم لنا ألعاب مثل I am Setsuna و Lost Sphere بيرجع بلعبة الثالثة من نوع RPG بأسلوب لعب كلاسيكي والدور القصة حول شخصية الساحر كاقاتشي واللي بيستخدم أرواح الوحوش في قتاله وبتكون رحلتها ما بين عالم الأحياء وعالم الموتة ويحاول ينقذ العالمين عالم اللعبة بيكون مستوحى من اليابان بتصاميمها القديمة والساحرة اللعبة رح تصدر على بلاي سيشن 4 والسويتش والبي سي في تاريخ 22 أغسطس 2019 Control بعد ما قدموا لنا ألعاب مثل Anon Wake و Max Payne يرجع فريق Remedy Entertainment بعنوان أكشن جديد مثل ما تعودنا منهم بأسم Control وراح تكون المغامرة بشخصية المحققة جيسي فييدن واللي تعرضت لتجربة عطتها قدرات خارقة تقدر من خلالها أنها تتحكم بالوقت والدور القصة في مبنى للتحقيقات بحيث تواجه فيه منظمة تحاول أنها تاخذ هذه القدرات منها ومن الممكن أن هذه اللعبة هي أبرز ألعاب هذا الشهر بناء على تجارب الفريق السابقة والانطباعات الإيجابية للعبة اللعبة ستصدر على البلايستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي س دي في تاريخ 27 أغسطس 2019 Hunt Showdown في السابق كان فريق كرايتك والمشهور بسلسلة ألعاب التصوير Crysis يعتبر أحد رموز الصناعة وخصوصاً في المستوى البصري للألعاب لكن المشاكل المالية للفريق أبعدتها عن الساحة والآن يرجع بعنوان Hunt Showdown وهي لعبة تصوير بالمنظور الأول ورح تحصل على النسخة النهائية في هذا الشهر صدرت اللعبة في السابق بنسخة مبكرة للتجربة على البي سي والإكس بوكس وحصلت على انطباعة جيدة ونتظر الآن ورح نعرف مستواها في النسخة النهائية اللعبة رح تصدر على البلايستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي في تاريخ 27 أغسطس 2019 The Dark Pictures Man of Medan محبي ألعاب الرعب التفاعلية والسينمائية مثل Until Dawn رح تنتظرهم تجربة جديدة مع عنوان The Dark Pictures ورح تصدر على شكل حلقات رقمية ورح تصدر الحلقة الأولى في شهر أغسطس وفي اللعبة رح تتحكم بخمس شخصيات مختلفة من خلال رحلتهم البحرية واللي يتعرضون فيها الهجوم من قبل القراصنة إلا أنهم يشوفون أنفسهم قدام سفينة غارقة مليانة كنوز وأشباح اللعبة من النوع اللي تعتمد على خيارات اللاعب وتختلف القصة على هذا الأساس اللعبة رح تصدر على البلايستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي في تاريخ 30 أغسطس 2019 Astral Chain بعد تعاونات كثيرة ما بين نتندو وفريق بلاتنيوم جيمز المشهور بألعاب مثل بايونيتا 2 ووندرفول وانوان رح نحصل هذا الشهر على مشروعهم الجديد وهذه المرة بتكون لعبة أكشن بالمنظور الثالث ومن نفس مخرج لعبة نير أوتوماتا تدور أحداث اللعبة بعالم مستقبلي ورح تتحكم بوحدة من الشخصيات الرئيسية عندها القدرة على استدعاء رجال آليين عشان يساعدونك في القتال وحماية العالم تعتبر واحدة من الألعاب الوعدة على جهاز نتندو سويتش ومختلفة عن مكتبة ألعاب الجهاز المتوفرة حاليا اللعبة رح تستروا بشكل حصري على جهاز نتندو سويتش في تاريخ 30 أغسطس 2019 Blair Witch هذا الشهر موعدين بلعبة رعب جديدة بالمنظور الأول من ستوديو بلوبر تيم ومن خلال اللعبة رح تلعب شخصية الشرطي السابق ألس واللي هملك ماضي سيء في غابات بلاك هيلز بسبب قضية طفل مفقود في سنة 1996 وتبدأ الرحلة بمهمة استكشاف عادية حتى تنتهي بكوابيس ورعب في هذه الغابة الملعونة حصلنا على لمحة بسيطة في معرض إذري السابق وبالتحديد في مؤتمر مايكروسوفت وشكلها بتكون تجربة رعب جيدة اللعبة رح تستر على الأكس بوكس وون والبي سي في تاريخ 30 أغسطس 2019 وهذه كانت أبرز ألعاب هذا الشهر فيها ألعاب متنوعة ممتازة خصوصا لو تكلمنا عن هذه الفترة واللي تعتبر فترة ركود بالأسدارات يعطيكم العافية المتابعة ومع السلامة